طيب بعد ما تكلمنا على حدود الفم تكلمنا على بعض الترمينولوجي الآن هنجي نتكلم على محتويات الفم الفم هذا بيحتوي على إيش بالضبط الفم بيحتوي على حاجة اسمها الفيولر بروسيس هنشرحها بعد شوي بيحتوي على الأسنان التيث بيحتوي كذلك على حاجة اسمها الانتيرير تو ثيرد of the tongue وهذه هنجي نعرف أن اللسان هذا هنقسمه إلى ثلاثة أثلاث الثلثين الانتيرير بيكونوا جزء من الفم فانتيير تو ثيرد of the tongue تو circunvalate papilla كذلك بيحتوي على إيش بيحتوي على كل الأوريفيس كل فتحات الساليفري غلانت الغدد اللعابية وعندنا ثلاث غدد لعابية كبيرة وعندنا غدد لعابية صغيرة الغدد اللعابية اللي بيسميها ساليفري غلانت الغدد اللعابية الكبيرة بنسميها مايجر ساليفري غلانت أما الغدد اللعابية الصغيرة بنسميها ماينر ساليفري غلانت طيب نجي نركز على الميجر سالي بالقلانس اللي هو الغدد اللعابي الكبير عندنا أوريفيس أوف باروتد قلاند وعندنا صب مانديبيولار قلاند وعندنا صب لينجول قلاند وهذولي هم الغدد اللعابي الكبير الميجر ففتحات هذا الغدد اللي هو عشان يخرج اللعاب وين موجودة؟ موجودة في الأورال كافيتي فالباروتد قلاند الأوريفيس تبعها فتحتها بتسمى إيش؟ استينسون داقت وهذه تحفظوها لينها بتجي امسكيوز وكما أقول دائما ما أقول امسكيوز معناته هذا موضع سؤال فما تنسوها وحفظوها وإي حاجة أنا بقول عليها امسكيوز طيب الأوريفيس تبع الباروتد قلاند بتسمى استينسون داقت وين مكانها؟ مكانها بالضبط في الباكل ميكوزة معناته بجهة التشيك خلف أوبزيت تمام؟ الأبر سكند مولر وهذا هنتعرف عليه بعدين كيف هو ولكن المقصود فيه الضرس العلوي الثاني هو بيكون هناك بتكون الضكت هناك بتفتح هناك الأوريفيس تبع صب مانديبلر تسمى الوارتنس داقت وهذه برضو أمسكيوز موضع سؤال الأوريفيس تبع الصب لينجوال وهذه بتكون بالانتيرير بالفلور of the mouth تمام؟ والصب لينجوال عندها فتحات كثيرة داقت كثيرة تسمى داقت أوف ريفيناس تمام؟ داقت أوف ريفيناس يعني ما فتحة واحدة أكثر من فتحة تخرج منها السب لينجوال salivary glands طيب الدكس هذه الكثيرة في واحدة منهم كبيرة وهي الlargest of ريفيناست من السب لينجوة salivary glands called بارثولين داقت وهذا كمان موضع سؤال أمسكيوز وهنا أمسكيوز وهنا أمسكيوز لاحظنا في هذا السلايد فقط ممكن نطلع أكثر من موضع سؤال اللي همنا حاليا عرفنا إيش محتويات الفم طبعا لسه باقي ولكن نركز على هذا السلايد بشكل سريع عشان ما نروح منه إلا وإنتم فاهمين عندنا غدل لؤهبية اسمها salivary glands salivary glands هذه في major اللي وهي الكبيرة و minor صغيرة الماجر هم عبارة عن ثلاث وال minor عندنا أكثر من مئة واحدة ما سنركز عليهم حتى الماجر قالوا في واحدة رابعة ولكن نحن نركز على الماجر ثلاثة الألوية الباروتيد gland الصبمانديبولور gland والصبلينق والجلاند هذول الغدد بيكون عندهم فتحات تفتح بعيدة عن مكان الغد الفتحات هذه بتسميها أوريفيس الفتحة هذه لإنه عندنا الجلاندس كثيرة فلي مكتشف هذه الفتحة سماها باسمه الأوريفيس تبعات الباروتيد سميناها stenson's duct وينما كانها بالضبط؟ وكانها في البقى الميكوزة opposite to the upper second molar وهذا قلنا موضع سؤال يعني وين موجودة stenson's duct؟ هتقول لي في opposite to the upper second molar الأورفس تبع sub-mandibular وسميناها الايش؟ الوارتون's duct وتكون موجودة بالفلور وفي دماغة هي والsublingual sublingual عددها كثير عشان كده سميناها duct of revenus ولإنها كثيرة ففي عندنا واحدة يعني أكبر من الكثيرات هلول فالسؤال بيجي the largest duct of revenus هتكون إيش؟ اللي هو البارثولين duct تمام؟ طيب في بعض المصطلحات برضو موجودة في outside of the face يعني أناتومي عموما وهذا الكلام إلى الآن إحنا ما دخلنا في الدينة الأناتومي في الأسنان ولكن هذه أشياء لابد أنكم تكونوا عارفينها ولابد أن تعرفوها كمان بالشكل لأنه أحيانا نجيكم سؤال يعطيكم الصورة وما يعطيكم يقول لكم identify a identify if يعني قل لي a هذي عبارة عن إيش تمام؟ طيب نجي أول شي على a a ألا وهي الفيرمليون الفيرمليون المقصود فيها هو شفائفنا من برأ يعني شفائفنا من برأ هنا تسمى فيرمليون خطوط الشفائف اللي هو الرسم الخارجية هذي إذا الأطراف يعني التقاء الشفة مع السكن وتسمى فيرمليون بوردر حدود الفيرمليون تمام؟ ثم عندنا طرف الشفة أو الفم الزاوية هذي اللي هو سي سمى oral commissure oral commissure or oral angle تمام؟ or the angle of the mouth طيب في عندنا هنا إنحناء نازل من الأنف ألا وهي النوز إلى الفم فبنسميها أو إلى اللب إلى الشفة فبنسميها نازو من النوز ليبيل من اللب فولت إنحناء موجود من النوز إلى اللب نسميها نازو ليبيل فولت عندنا في زي الحفرة كده الصغيرة بين الشفة العلوية والأنف في النص اللي في النص كده بشكلها زي الديامون واللغم لو حسيتم هتلاقو في قطعة كده صغيرة هذي اسمها إيش؟ فيلتروم فيلتروم تمام؟ كذلك الشفة الصفلية هتلاقي تحت في زي الديبريشن برده تمام؟ هنسميها mental groove mental groove باختصار وبشكل سريع oral cavity بتنقصبناها كسمين oral vestibule وهذه الصورة هذا عموما من بره وعرفنا كل واحدة نازو labial fault oral commissure أو oral angle mental groove فيلتروم فيرميليون فيرميليون border جينا برضو قسمنا الأورال كافيتي إلى vestibule وأورال كافيتي proper الفيستبيول في عندنا هنا هذه البقل فرينم بقل فرينم labial فرينم تمام كده تقريبا تعرفنا على أغلب المصطلحات العامة في اللي حتفيدنا في الدينت الأناتومي وكذلك نعرف جميع الحاجات اللي قلناها ونركز على مواضع الأسئلة اللي قلناها أراكم في المقطع الجاي إن شاء الله و خليكم صحيحين ومركزين خذوكم بريك خمس دقائق وارجعون أكمل المحاضرة ترجمة نانسي قنقر